هناك أربع أطراف أو هناك أربع قضايا في هذه المسألة القضية الأولى متعلقة بالقيد الإفريقي الذي ذكره الاتحاد الإفريقي في خطاب أرسل يوم 24 إبريل ومواعيد إرسال الأسماء الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية في خطاب أرسل هذا الخطاب أرسل يوم 3 يونيو وخطاب أرسل منذ عام من الاتحاد المصري لقرط القدم إلى الاتحاد الدولي يفيد بفتح نظام الانتقالات الشتوية أو انتقالات الصيفية الانتقالات الصيفية في واحد من شهر يوليو الجاري عام 2019 وبالتالي فتح نظام التيم اس بالاتفاق مع الاتحاد الدولي 1-7-2019 ولمدة حوالي ثلاثة شهور طبقا لهذه الإجراءات التيم اس كل اتحاد أهلي له حد أقصى بفتح التيم اس لمدة حوالي 12 أسبوع 12 أسبوع يعني ما أنا أصح حوالي 13 وبالتالي الاتحاد المصري بالتالي الأهلي قال أو اتحاد الكرة قال إنها هبدأ من 1-7 المتاح لي لغاية 11 لكن عشان الموسم هيبدأ منتصف ستمبر فقال إن المدة هتكون من 1-7 لغاية 15-9 ده العنصر الثالث العنصر الرابع وهو متعلق بمشاركة اللاعبين الدوليين أو اللاعب بدون الدوليين من عدمه وبالتالي هذه الأربع أطر أو الأربع قضايا اللي احنا بنتكلم فيها النادي الأهلي بيغلفها من خلال مذكرة تم إرسالها للتحاد ده قرة القدم بعد مناشط هذه الملفات بعناية تمة ودراسة دقيقة لهذه الملفات أبدأ بأول جزء واللي بنأكد عليه في كل حلقة واللي بنتكلم فيه كل مرة إلى أن استمع اتحاد كرة القدم إلى هذه القضايا بشكل رسمي وهناك اجتماع في هذه اللحظات داخل مقر اتحاد كرة القدم لبحث هذه المشكلة وكيفية الخروج منها نظراً أن هذا الملف بالتأكيد له دور إيجابي لمصلحة الأندية المصرية وأيضاً له دور إيجابي بالنسبة للمنتخب الوطني اللي أنا عكس عليه سواء بالإيجاب أو السلب حسب القرار اللي يتخذ اتحاد كرة القدم خلال الساعات القدمة أو في مساء هذا اليوم أبدأ بالجزء المتعلق بإرسال أسماء الأندية التي ستلعب في بطلتي إفريقيا دور الأبطال وكأس الكونفدرالية الكل شاف الخطابات التي أرسلت من الاتحاد الإفريقي وآخرهم خطاب يوم 3-6 اللي أخطر فيه الاتحاد الإفريقي الاتحاد المصري بضرورة إرسال أسماء أربع أندية الأول والثاني في الدور العام سيلعب دور أبطال إفريقيا والثالث والرابع أو بطل الكاس حسب رؤية كل اتحاد سيلعب في دوري أو كأس الكونفدرالية والتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد 12 اتحاد أو 12 دولة لها الحق فقط في إرسال أسماء أربع أندية نظرا لأن هؤلاء الاتحادات تعتبر الأعلى تصنيف والأعلى أرقام خياسية في النتائج الأخيرة بالنسبة للمنتخبات سواء على المشوار الإفريقي أو حتى في المشوار الدوري وحدد الخطاب الـ 12 اتحاد بدءا من عدد من الاتحادات التي ذكرت في هذه الخطابات بدءا من الجزائر أنجولا الكونفدرالية مصر غينيا نهاية إلى تنزانيا تونس زنبيا وبالتالي هذا الخطاب بيجبر اتحاد كرة القدم على انتهاء المسابقة قبل يوم 36 طيب فكرة أننا نبعث أسماء الأندية من خلال أرقام بنأكد تاني ونحن بنأكد على هذه المعلومات لأن هذه المعلومات دقيقة جدا في هذا الشأن ومعلومات قانونية لا يجوز إرسال أسماء الأندية إلى الاتحاد الإفريقي بأرقام أو حروف ليه؟ لأن هناك تصنيف هذه الأندية التي سترسل أسماءها إلى الاتحاد الإفريقي ستضع في قرات متعلقة بأرعة مسابقتين دور الأبطال وكأس الكونفدرالية القرعة تقام حسب التصنيف هناك ناديين ما زال الأمر معلق بينهما من سيتواجد في دور الأبطال ومن سيتواجد فيه الكونفدرالية وهو الزمالك وبرامدز الزمالك مصنف لأنه حامل كأس الكونفدرالية العام الأخير والموسم الأخير فبالتالي إذا لعب في كأس الكونفدرالية ومصنف لن يلعب أدوار تمهيدية العكس بالنسبة لنادي بيرامدز نادي بيرامدز غير مصنف وبالتالي النادي غير المصنف يلعب من الأدوار التمهيدية وإذا وجد في دور الأبطال أو الكونفدرالية سيتواجد في الأدوار التمهيدية كرة نادي الزمالك أو كرة نادي بيرمز عندما توضع فيه الكرات المتعلقة بالأدوار التمهيدية هنا نادي الزمالك إذا تواجد في الكونفدرلية وأرسل اسمه في دور الأبطال أو أرسل رقم على أن الزمالك في دور الأبطال سيلعب تمهيدي أم لن يلعب تمهيدي نفس الأمر البرمز وبالتالي فكرة أن المعلومات اللي بتتكتب أو الأخبار اللي بتطلع من اتحاد كرة القدم وبصادر بتأكد هذه المعلومات هي معلومات غير دقيقة لأن هناك أمر متعلق بالاتحاد الإفريقي بيهتم جدا جدا بمسألة التصنيف وبيحدد أسماء الأندية في بداية المسابقة مين هيلعب الأدوار التمهيدية ومين هيلعب دور الـ 32 وبالتالي بتنتظر ستة أندية في دور الـ 32 القادم من الأدوار التمهيدية وبتجرع بشكل آخر في دور الـ 32 وبالتالي فكرة التصنيف هنا بتمنع أساسا فكرة أنك ترسل أسماء الأندية عبر كرات إلى الاتحاد الإفريقيا أو عبر أرقام أو حروف إلى الاتحاد الإفريقيا وبالتالي هذه الجزئية جزئية قدية البحث فيها خلاص يعني الناس من مبارح أكدنا عليها وقناها وبنأكد عليها تاني هذا الخطاب وهذه المعلومات بتأكد أنك ضروري أن تنتهي من مصابقة الدور العام قبل 30 ستة ترجمة نانسي قنقر